نقطة تانية عايزة اتكلم فيها بخصوص مباراة مبارح بحمود عبد المنعم قهربا اتمنى الفترة اللي جاية يا جماعة الناس تلعب بنفس الحماس اللي فيه قهربا قهربا بعد فترة الايقاف ونزل الملعب في منتصف يناير اللي فات يعني بالزبط بقاله شهر ونص في فترة الشهر ونص قهربا ساهم بشكل كبير جدا في تحسين الاداء الهجومي في التوقيت اللي بيشارك فيه لما نتكلم عن سبع اهداف قهربا لوحده احرز اربعة او خمسة وساهم في هدفين ده معدل كويس جدا في شهر ونص اللي لعيب راجع من ايقاف ستة شهور فالمسألة ده اكبر دليل اهو المسألة مش فنيات بس المسألة حماس وإثبات الزاد والتحدي ده مهم جدا شوفوا مبارح اللي ببطاعة قهربا يعني على فكرة هدف قهربا هدف صعب جدا بصوا لف ازاي وبنظرة سريعة سدت على الزاوية اليمنى لعماد السيد حارس الداخلية ده كهربا مبارح صنع اكتر من فرصة نزل مباراة سموحة في الكاس جاب هدفين نزل مباراة الزمالك وشوفنا تحرقات كهربا عامة ايه في مباراة الزمالك لعيب كاس عالم انديا وكان ظاهر بشكل كويس دوري ابطال افريقيا لعب وظهر بشكل كويس نتمنى يا جماعي يكون في استمرارية واللعيب اللي بيظهر بشكل كويس لازم نشيد به يا كهربا انت بتعمل فترة مهمة جدا في النازل الاهلي وبتتحدى صعوبات كتيرة جدا في لعيبة لو فقرت في الازمات اللي بتتعرض لها زي اللي بتتعرضه الفترة الاخيرة كانت ممكن تبطى الكور لكن كهربا مكسب كبير جدا للاهلي في التوقيت الحالي ومش هنقيم كهربا دلوقتي كهربا معروف من زمان دي اللعبة اللي بتكلم فيها على الكابتن محمد معروف اتاحة الفرصة واحراز الهدف من كهربا كان اي حكم ممكن وفي حكام عاملو دو على فكرة بدون ذكرى اسماء يعني حسب لمسة يد وفيه تساء او مثلا ضرب الجزاء وكورة ممكن تكون دخل جون بس هو صفر خالف برتقول الفر وصفر على فكرة اللعبة دي لو كانت طلقت برة انا كنت واسخ ان حكم الفر خالد الغندون كان اي سادة معروف يقوله تعالى شوف يعني لمسة يد جوه المنطقة ولا برة المنطقة مثلا يعني فلا امبارح التحكيم يعني قادر ان كان مركز على فكرة الحكام اكيد ساعات بيخطأوا ولكن امبارح كتن الناس قادر امكان انا شايفها بتحاول تركز عشان ما تغلطش في بعض التفاصيل ممكن تعدي منها ولكن الكل بيجتهد وطالما ما فيش اهمال من الحكم في المباراة لازم نشيد بيه ولازم ندفع للامام لمنظومة التحكيم بس اللجنة تشتغل صح خلال الفترة اللي جاي